بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا أيها الإخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مجالس الطيبين مع تاريخ التشريع من خلال الأئمة المجتهدين أهل الذكر وأهل الطقوة وأهل العلم عبر العصور تكلمنا في حلقة سابقة عن الإمام الشافعي إمام الآئمة وبدر التتمة الإمام محمد بن إدريس الذي شرف مصر وهو الإمام الوحيد من الأئمة الأربعة من أهل السنة والجماعة الذي مات بمصر عرفنا كيف تلقى العلم فتلقى العربية وتلقى الشريعة كيف رحل جهادا في سبيل الله لتلقى العلم في اليمن ثم في بغداد كيف صاحب قبيلة الهذيليين سبع عشرة سنة كيف درس الفقه على مسلم بن خالد الزنجي وعلى الإمام مالك في المدينة رحلة عظيمة جدا في طلب العلم وفي أداء العلم أيضا بعد ذلك أراد الشافعي أن يحصل علما ليث بن سعد في مصر فبعدما أمل كتابه الحجة على أمثال أبي ثور والكرابيسي والزعفراني وأبي عبد الرحمن الشافعي وإلى آخر من تلمزته في بغداد أراد أن يخرج إلى رحلة في مصر لتحصيل علم الليث بن سعد الليث بن سعد مات لكن أصحابه ما زالوا يقيمون في مصر وكان الشافعي يقول عن الليث كان أعلم من مالك مالك هو كان يحبه أوي ويقول إذا ذكر العلماء فما يكون النجم يعني حاجة تاني لكنه كان يقول الليث كان أعلم من مالك إلا أن أصحابه ضيعوا وهنا أيضا نأخذ فكرة عن أن هناك من الأصحاب من يخدم مذهبه وهناك من يتكاسل ولا ينقل العلم فيضيع كما حدث مع الليث بن سعد مع الأوزاعي ومع سفيان بن عيينة ومع سفيان الثوري ومع حمد بن سليمان وهكذا لم يجدوا تلامذة تنشر المذهب وتقوم على خدمته خرج الشافعي إلى مصر سنة 199 هجري هو بعد ذلك مات 204 يبقى مكث في مصر خمس سنوات حينما خرج من العراق راح فين يا فضيلة الإمام قال له تلامذة أتذهب مصر وتتركنا فقال لهم هناك الممات إذن هو لسه دلوقتي مولود سنة 150 هيموت سنة 24 يعني 54 سنة بالهجري كمان يعني أقل من كده بالميلاد لكنه شعر لكنه ألهم لكنه كان منور القلب بحيث أن يقول هذه الكلمة أو أنه كان يريد أن يبقى في مصر حتى الممات حينما دخل مصر أقام في المنطقة التي فيها مسجد عمر بن العاص الآن التي تسمى بالفستات اللي نسميها احنا في القاهرة مصر القديمة واشتغل في طلب العلم وفي تدريسه وفي تلك المدة غير الإمام الشفعي بعض اجتهاداته وبعض فتاويه وبعض مداخله حتى صار له مذهب قديم في بغداد الذي هو لخصه وأملاه في كتاب الحجة ومذهب جديد في مصر الذي لخصه وأملاه في كتاب الأم في مصر التف حوله الناس وتعجبوا من فصاحة لسانه من علمه الواسع بالعربية من علمه الواسع بالحديث من علمه الواسع بالفقه فأصبحت له تلامزة كثير الربيع المراضي والربيع الجيزي والويطي وكثير كثير من تلامزته هنا في مصر التف حوله هؤلاء وكانوا يجلسون مجالس العلم مجلس العلم يصف الربيع بن سليمان فقال كان الشفعي يجلس في حلقته إذا صل الصبح فيجيئه أهل القرآن بعدما يخلص الصبح كانت المسايد مدارس فإذا طلعت الشمس قاموا وجاء أهل الحديث المحاضرة التانية في الحديث فيسألونه تفسيره ومعانية فإذا ارتفعت الشمس بين الساعة عشرة عشرة ونص قاموا فاستوت الحلقة للمذاكرة والنظر في منقشة من جانبين فإذا ارتفعت ضحى تفرقوا وجاء أهل العربية والعروض والنح والشعر فلا يزالون إلى قرب انتصاف النهار ثم ينصرف رضي الله تعالى عنه يبقى هو شغال من بعد الفجر بعد الفجر يعني على الساعة خمسة صباحا شغال لغاية الساعة 11 يعني 6 ساعات وهو بيدرس التدريس ينشئ الناس ويجعلهم حاضرين في العلم المذاكرة والمناظرة والأخذ والرد يفتح ويعمق البحث ولذلك نجد محمد بن عبد الحكم قال ما رأيت مثل الشافعي كان أصحاب الحديث يجئون إليه وعرضون عليه غوامض علم الحديث وكان يوقفهم على أسرار لم يقفوا عليها فيقومون وهم متعجبون منه كأن حياة كلها في الحديث وأصحاب الفقه الموافقون والمخالفون لا يقومون إلا وهم مذعنون له وأصحاب الأدب يعرضون عليه الشعر فيبين لهم معانية حاجة كبيرة جدا أول حاجة في العالم التدريس فإن التدريس كما قال مشيخنا ينشئ الناس تاني حاجة التأليف التأليف الحقيقة يجعل الإنسان أكثر دقة وهو يسوغ العبارة يقول لا ده كلمة دي مش هنا كلمة دي هنا ولذلك رأينا الشافعي يدون علمه في الكتب فألف كتاب الرسالة في أصول الفقه وألف كتاب الأم وهو مؤسوع ضخمة اجتملت على الفروع وعلى الأصول وعلى اللغة وعلى التفسير وعلى الحديث وحوى بين دفتيه كتاب الأم هذا عددا هائلا من كل ذلك من الأحاديث والأثار والفقه فقه السلف الصالح يعد كتاب الأم كتابا جامعا لكثير من كتب الفقه ومن كتب الأصول يضم بين جانبيه بالإضافة إلى هذا ابطال الاستحسان وجماع العلم واختلاف الحديث وسير الواقدي وسير الأوزاعي والرد على محمد بن الحسن واختلاف العراقيين واختلاف علي وعبد الله بن مسعود واختلاف مالك والشافعي وغير ذلك ويتمهز هذا الكتاب الأم وهو في مذهبه الجديد أنه يعد من أقدم المصنفات الجامعة كان الشافعي كثيرا كثيرا يحتكم إلى اللغة في فهم النصوص وكان يمزج بين الفقه والأصول والقواعد والضوابط والفروع الفقهية وكان كثيرا ما يبين المناظرات والمناقشات التي ترب الملكة والتي تعمق البحث ولذلك نجد الشفعي أهتمون جدا بطبع الأم فطبع في مطبع البولاق وأعيد طبع بعد ذلك في دار الشاعب وكذلك كتاب الرسالة طبع كثيرا إلا أن أهم طبعة هي طبعة فضيلة الشيخ أحمد محمد شاكر في سنة 1940 حيث بذل فيها يعني شيئا كثيرا وكتاب الأم وما هو عليه شرحه الشيخ أحمد بيك الحسيني تلميذ الشمس الإنبابي وشرحه في نحو عشرين مجلدا وأظنه لم يكمل لكنه موجود منه نسخة في دار الكتب المصرية والحمد لله على هذا العلم الكبير الذي اهتمت به مصر وحفظته للعالم كله فالإمام الشافعي بعد ذلك مات ودفن في مصر كان له شعر كان شاعرا الإمام الحقيقة حتى أن بعضهم جمع شعره في دووين ومجموعات كثيرة شعر الإمام الشافعي يمكن ذكرنا بعضه وهو شعر فيه حكمة وفيه تعليم وفيه شيء من هذا القبيل ذكرنا في الحلقة الماضية أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تأويلها ببياني ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول الزمان يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي يقول دعي الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء وإن كثرت عيوبك في البراية وصرك أن يكون لها غطاء تسطر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء ولا ترج السماحة من بخيل فما في النار للضمآن ماء ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء ومن نزلت بساحته المناية فلا أرض تقيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء حكمة قد لا يعجب هذا بعض الشهراء أو كذا إلى آخره لكن هو مليء بالإيمان مليء بالحكمة ويؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا كان يقول من بحر الطويل إذا رمت أن تحيا سليما من الردى ودينك موفور وعردك صين فلا ينطقن منك اللسان بسوأة فكلك سوآت وللناس أعين وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى ودافع ولكن بالتي هي أحسن كان له يعني أشياء الحقيقة ما زلنا نعيش فيها إلى الآن كان يقول نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهج ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا رحم الله الإمام الشافعي ورضي الله تعالى عنه دفن في مكانه المعروف بمسجده المعروف الآن بالإمام الشافعي وقد أمر صلاح الدين الأيوب بعمل تابوت خشبي لقبر الشافعي مزخرف ومؤرخ عليه سنة خمسمائة أربعة وسبعين وصنعه شخص يقال له عبيد أبو المعالي كما هو مكتوب على قبر الشافعي رضي الله تعالى عنه وعليه الشافعي إمام الناس كله في العلم والحلم والعلياء والباسي له الإمامة في الدنيا مسلمة كما الخلافة في أولاد عباسي أصحابه خير أصحاب ومذهبه خير المذاهب عند الله والناس وكما قال بعضهم أنا شافعي ما حييت فإن أمت فوصيتي للناس هل يتشفع فإلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته